مرحبا تحب ايجب البنات تفحيت القصص في النهر واخيرا او الوقت افتح عليه في القصة الثالثة اليوم وعدتكم ولمن تنفت تation of you و ندخلوا مباشرة في القصة الثالثة اليوم و أريد أن نقول لكم أن غداء إن شاء الله ما كان غير تبرعات و كي ننشي قصص المهم ما سنقول لكم موالو حتى الغداء إن شاء الله إذا صبحنا حين المهم أرغزالة ديالي نتوكلوا على الله في قصتنا الثالثة معكم ياسمين و اليوم ما جيت نعود لكم حكايتي و مجرأت لي و سوف أبدأ لكم القصة ديالي من ظهار اللي عقلت على راتب الدنيا من ظهار اللي حلت عينيها حلتهم على المشاكل المبين ميوبة ميوبة كيف يريدون بعضياتهم إلى درجة الجنون و كيتضربوا مع بعضياتهم إلى درجة الجنون ما عمرني ما عقلت على النهار داز بلا ميوبة ميتشانقوش المهم كبرت في هذوك الأجواء كنت كانت هي كبيرة في دارنا كرهوني في الزواج كرحت 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 شي خلية مثل الزواج كرحت شي خلية مثل أسرة كنت كان هرب للزنقة كنحاول أنني نبقى في المدرسة لا يمكن أن يأتي هذا الصيف حتى نهزه حيث ونمشي عند جده كانت كره القلزة في الدار نعود لكم على ماما ونعود لكم على بابا شوية لأبد يعني كان واحد الرجل اللي قبيح بزاف وكان نقار 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 وحلت رجل ما كانت تهش على البال وما كانت عندهم عزناقي ودوران وما كانت عندهم مع القهاوي كان من الخدمة للدار ومن الدار الخدمة وهذا الشيء لهش كان يبقى مقابل ماما مالهدي ما مقداش مالهدي ما مصيباش وضع حكام 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 مستقرام ardeş جاء معهم يالبيناتك بالأم constitu وهو احد مرة حنيدة يقول وهذا شيء غير handed وفي أغلبية كانت تخليني أنا بحكم أنني كنت أنا هي الكبيرة نحن بينا ربحة دي الأخوة وأنا الكبيرة فيهم إلى مثلا نوقع شي مشكل ولا شي واحد عير بباق تنوط له ماما وتقولوا راجلي وتجراسي هذا كل درجة أنا كنت نشوف فيها وكنت تسدب وكنقول عاوي لي وش هذي هي اللي كتدعي فيه وهذه هي اللي كتتعير فيه ولكن هي فشكة كملاقية معها أرى ما نعود لكم عن المشاكين اللي كيتراوم بيناتهم لدرجة أن بعض المرات كي يوري عندنا التهرس وصداف الضار المهمة اللي بدأت كبرت في حال هكا وبقيت جارة وحتى اللحم ديال الباك في الحام ديال الباك ما كنت شديته سقط العمل الأول والعام الثاني وتم قررت أنني ما بقيتش غادي نعاود مرة أخرى سافي كنت مشيت در تكويل مهني قريت في أمين كنت درس في السكريتاريا ومن المراهة مباشرة كنت خدمت في مكتب ديال واحد القنطابل سافي بكت خدمة معه الأمور كانت غادي نسيان اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا حتى النهار اللي سنكون خارجة من الخدمة وسنطلق مع واحد سيد سيد كيف شفني حماق عليها وتبعني ولسقني حتى تعطيتوا الرقم ديال التليفون ديالي كنت تعرف عليه والعلاقة كانت زوينة بزاف المهم الأمور تسرد ووزنة واحد المدة ومن البحث كان قال لي أنه بغني للحلال أنا الترتب بالفرحة حين هذا الراجل كان حكسبه كان حنين بزاف وكان درويش بالقياس وكان واحد السيد اللي مهدن ليس شي واحد اللي عزيز عليه الصداع واخدمته كان شوية رسمية وفيها قبيح ولكن معي أنا كان فيشكيل بزاف المهم بقيت كنت تعرف عليه اليوم وغدا حتى النهار قال لي شوفي أنا بغت نجيل داركم ضرت بالفرحة الأمور كاملة تسرات كانت دويت مع أمانين تظهروا وكتلوا جيدين فيها الخطاب بفرح ومي حتى هي ودك الساعة الحائلة كاملة كانوا يظهروا فيهم وقالوا لهم خذكم دروي عقلكم راحت الامتا غتبقونتم في حلاكة وهو موليداتكم دون كيت زوجوا يعني الله يجعل براكة يا بابا قال لي عندكم الحق وكانت هدنه ومي واحد شوية جاءوا الناس وستقبلهم مزيان وليش فتبوا ومي هذيك النهار وتقولي هنا نبات وتقولي هذا هو الرجل وهذه هي المرأة الأمور الحمد لله كاملة مشت مزيان الرجل كان دويت مع أبا وقالوا خسنا ندابا نقدروا وريقات لأنه هو خسو يدفع الخدمة وبش يسر لي الأمور عادك صعيم كل ينسوش به صافي بقى له مرحبا كان موافق عليه أصلا الله خور خدام مزيان اني ما فمسي خدام مع الدولة بوست مزيان ما كانش المشكل سوف يدفع انا وياه الوراق باش يلا تخرجينا الموافقة ويلا هنزوج به بديت كنت تعرف عليه وكنت كنت احاول له علامة مشاكلة مع والدية وكنت كنت اقول له شوف شي لا كنت يدير في حالها كعيب لما نسوشه انا بغنزوج ونصنط العدامي انا بغت نقعيش الحب والغرام بغت نقدر محاكم شوية يكون عندنا واحد الأهلية دير الحوار ماشي تغوطي لي ونغوطي لي ونقرع لي ونقرع لي انا بغت نصبر شوية وانت بغت نصبر شوية وكان يقول لي هذا هو المطلوب حتى من العائلة ديالو كان قل لي يا فلول بغت نسكن معهم او بغت نسكني معهم بحكم انه هو كان خداف واحد المدينة او احد اخرى انا كنت رفضت وقلت له فيما بشيت نمشي معك ولو في اخر الدنيا ايو السيد شفح تايا وقال لي اللي بغتي انا اصلا الى تزوج غير دوني الضهر سافية هذيك الامور تسرع وانت بقى نجرين حتى النار لقد قلت لنا الموافقة ايو والدي يا عو تاني وقفوا معي حتى تبقى العرسي معنا وكانت نوضت هم امه معبه وقالت لك للا ما للا ستتغضب ومشي لدارهم وقالت لك انا محاضره في العرس الى احضر بباك دخلوا العائلة وقالوا للا يهديك هذي المرأة وانت احماقتي وانت احضر انا يحضر بباك ويكونوا مطلقين ويحضروا جوجبهم في العرس بكيت واجدبت وقالبي طعب وما كنت احرفوا بالضبط اشنو غادي نديره تخيلوا في واحد الوقت كنت اعيط لي وغنقولوا ما بغيت لا عرس لوالو سنجي عندك اعيطت لي واحد خالتي وقالت يا وياك وياك توصلين له مشاكل بباك وموك خليدك الشي مستور اوسر القادية وليت حالتي حالة تخيلوا في الوقت للعيالات او البنات كيتهلوا فراثهم انا حبس الماكلة تضعفيت وليت حالتي حالة يقول يا مالك يا كلا باس اشنو واقع ما كنت بغيت نقوله بالضبط ان انا هكاين ذلك الساعة مشكلة اميك تقول يباك يحضر او انا نحضر المهم بقينا كانت جارة وحتى بقت العرس نهار وابا كان عالي الشيطان ومشي عند امي بدك يبكي عليها ويقول انا حقا كان بغيك ما كان بغيك وكنت بشيت حتى انا والعائلة كاملة كانت مجموعة امي امي مهزز نفرها السماء وعد مجاهية الدلاح والفشوش كانت جديده يقوله وش انتم امي مبقيتش فيكم هاي البنت تقل الله هاي المرة انا غنقولك كلمة واحدة ما بغيت تفارقي معا هديبتيا هيا لاخرى ما بينكم وما بينو بالحق غاديدوزوا العرس ديالبنت وانك السهد يروما بغيتو المهم مهمتي فاشبالا كل شي كي يقوله كانت نازلت وجاهة العرس كامل وهاي مخزر فيها الادارجة الى وريتكم انا لالبون قيل تصور مكينة حشي تشيت صويرة جاء مع امي امي يكن تصور محبة يكن تصور معمضي ايه وباغي المستحيل باش يجمعوهم ما تجمعوش وتخيلو انا في الوقت اللي اركبت مع راجلي باش نمشي ناتكت عندك فيه وكي عندك فيها والحب والغرام والعشق والهوين في حالة مواقح تشي حاجة ما عرفتش البنات انا ما عرفتش تعصبت واتفقات ومشيت المهم داس اسبوحة انا وراجلي كنا مسافرين تجينا انا انا اجبوا الفطور انا انا اجبوا الفطور واتقوا لي عصافر الحب اضحكوا تريقيل ومكيش قرام دي المشكل انا اهزت راسي ومشيت لداري تخيلوه الراحة اللي حسيت بها ودبعه واحدة منزلتها كنت فرحانة فرحانة غير بها اصداع وقلت نهاره وما طالش اتفرز وكنت فرز ما توفر يا جزا كنت فتحكوا ماما لم يكتب ك микريم لقابة على البباك وقللها ماما رجاء راجلي مهم اتفرز سمتين شهر ونصف يأتي راجلي وقلل خدمة واحد مدينة ومشيت و اظنة اتفرزو او ان اتوحش علي انا سنذهب هنا ينقل لديني انا سنعرف البيبنات فانهم سيقلون في تفرح قلل لما لا يتواجه قلت لها سيدي انا لا اتواجه لدى أن أصبحت في دار فأنا وقت الله سوف تفكر في أربه وافأتها قريبا عن الرجل المهم السيد كانت خذتا لادفة لي وقته ولم يوجد محلوظه قلت له محلوظة أن تفعلهم لا يوجد محلوظة من مكانهم فعلا كان قطع لي فتران ومشيت لدارهم اللي كانت في نفس المدينة ديال دارنا وممشيتش عن دارنا حينت كيف مكلكم طلع لي الزعاف من هذا الصداع مهم دوز في دارهم خمسة عشر يوم ومن بعد كان جاء رجلي هزني ومشيت انا وياه سوف يبقين هاكاك عايشين الحب والغرام انا وراجلي مفاهمين الاقصى درجة رجلي حني ندرويش لا يعمر هذا وحتى انا راسي كان مهرز مكاش هدي معزده كيقول لي هادي مديريش ما كان ديرهاش كيقول لي هادي ديريها كنديرها تابها اهله بالو خلاص وحتى هو الصراحة يعني حتى هو مثلا الى فتلي الحاجة مديرهاش وكان ممكن ما يديرهاش ما كيديرهاش عادي زيما كيت صنط الكلام وكان صنط الكلام وكنا مفاهمين بزاف صافية هاديك بقينا هاكا حتى النهار اللي غايجوا عندي مالين دار جاي محملين جملين فرحانين ما كينتاشي مشكل داروزي عندي النهار مخير شطيناهم باش باتوا المهم شوف حالاتهم صافي الامور بها هاكاكاك دهست قنا بـ لانشغل اقول ليكم واحد الخمستاشر يوم الموراة ما جوه عندي عادي انه واحد نهار في الصباح تخيلوا انا يمتكياه حتى كنت انصمعت دقان بنقول او الاشكووني كيداقع لي الرجلي مولف كي دخول بساروت المهم نطس البس عليا مشيتني شان كانت من هذه اللعوينة كتبه لي يا ماما انا اتضمت. حلت الباب. كنت تشوف عنوش بابا جمحاها. جاي ببوحتها. وهزا معها شاكوشا. الله يا ربي الله. المهم دخلتها كديرا لابس عليه. كديرا مع صحيحا. نعم. قلت لي يا باك ودار لي يا فهل يا. ديك لغوات دياله. خلي فرص عسالة. سوكت لها ممي شنو بغيت يدابا. قلت لي فشنو بغيت. انا جاي يقلس عندك هنا. والله ما يعرف لي فين كينا. ويمشي قلاب. انا صافي. ساليت مع هدي هي اللي خرغنت القنوية. قلت لي يا تبروا راسهم. انا ما عندي ولاد. انا تحت منافعني في الدنيا. صافي بعد مني. امسع مني. قلت له يا خال الله. لو هي من قلسات. فقنز قلت لها معها. كنقول الله يا اببي الله. عيت من وصفها. كنقول لها ماما. هاتف دابا قلسة. الى جراجل. تقوليش لي انك جاي غضبانا. قل يجي تشوفيني. وخلي الأمور غير بناتنا. صافي وشنيد ريا صغيرة. واش 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 واش. تخيله. كيف تخرج لي. مع الباب. وهي تتسبكي. وقلت لي. يا داني يا فعلي. وابتسكي تحاول لي شيء أسرار. انا بقى تحالفهم. يقول اوالي. 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 المهم راجلي قال. لا ما لا. وكي حاول انه يقدر الامر. نادر راجلي هالتلفان. واي طلبة. وقالوا فلانا. رعدنا في الدار. وما تخافش عليها. ابباجا كيجري. نودوا لي السكندار في الدار. وفتالي. دارسي ديها في دي. ومش اسمعها هذي. انا ستسمع. اوالي. واسمعي. ندري. اوالي. 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 انا قد رجع. يبدأ. قالت لها ماما رجلي لا يمكن ان يخرج من الخدمة قد ادي تكسي كنم اعمل المشكلة وعند مرتين كي ترامل الباقاج فقراتي وقلت جاء اخوتي كاملات وكان يكساعد لصيفية المهم جاء وشين شينه طرف احقان ضربه يوبيوه وحث ان تم تقول اخوتي اخرى وما نعرف منا وصفي هذه اللخرة وانا غنطلق وقال سو تقلب وانا غنطلق وانا غنطلق وانا غنطلق وانا غنطلق قلت لما ما تهدني ما ما غيرب شو يعني كم لما تبقى تضرعها كحت ما مقاش كان صيقة المهمة البنحت قسات مميتي جبه جراجلي شاف هذك المنظر راح حبيهم قال ياماشي مشكل الدنيا هانية سافي بقوا قلتين معانا المدة ديال شهرين وثلثيام شهرين انا حسبها نهار لنهار حيط فات شهرين وثلثيام مويعيشتني في العادة والاليم كيف مدرت ليها ما كيعجيبهاش الحال و breedت هكسمها ها ما كيعجيبهاش الحال فضلت مع الصباح بغو بشا قلت وما قلت نجولة قلت يكونك لا انتي مرحبت هيش بنا طيبت ليون الجاج ومحمار حذوك لا انت cheesy وكي ممدرتين هذك المرأة وما جراجبهم صيدوق وما تضلط לחbene و لو قلت عندي بنتين ايضايا فوق مسائرين والعوب ساعة هادي شي باهتني شي باهتني شي باهتني واللي زاد انا يا دابلي اتمام هي الراجل اللي يقولها شوية كتبقى تعود لي على العلاقة ديالها وما بيربا وكتبقى تعود لغي الحاجة المزفتة الحاجة الزينة كتخليها هلبة المهمة البنات دوزوا لي هذك الشهرين ديال العذاب فذك الشهرين ببجا شحاب ممرة وشحاب ممرة الدار معها في الدار تخيلي كي يجي تلحنا بشي ردها فش ما كتبقى اشترجع كيددربوا وياها والسبان والمعيان من الصمتة اللي تحت وادل بلاسة اللي ساكن فيها ساكن فيها صحاب راجلي ويسمعوا هذك المعيار وكنقولهم ملحار لما تكتسوم ونافش كان قولهم ملحار لما تكتسوم فحالا كان قولهم غوتوا وكي يبقى غوتوا على حرجتهم المهم بقى خيطة اخيطة اخيطة احت النهار لغاي بجيب الله الفراج واجيون اعود لكم على كيف اشجر الفراج تخيلوا جبافتك الصباح ترى 9 قد وقتوا ادنى كيرضخ في الباب عندك نجري حليت انعامة بقاش نوكين في ريالك الكافرة في الله انا يا خلاتني تمالا ماكل الاش سوف اذهب الى اللاها تعمر لي داري وتعمر لي اركانية لا تجعلني من السبان والمئيار المهم انا بكل قوايا العقلية قلت لهم سمعوني يا هاد الناس شوهتوني مع الجيران قلتوا تغاوتو مرحبا قلتوا ان يغلبس عني يجل لامتي ويلا هين مشوا الغابة وتغاوتو حتى تبردو ودك الساعة نرجعو هنا ايه ايه كيف قلت لي هاد الهدرة ناط تموين دارتي ديها فبق وقلت لي هاكي لي هاكي لعلى البنات قلت كحنا كبرناهم باش يبدوا يعيروا فينا ويجربوا عينا من دارهم هاكي دارك يا الخانزة يا الفاعلة وناط اللي يبحت هو مخلاش لي من المئيار وداري دي في ديها ودهو اخوتي ومشاوا تخيلي اخوتي خارجي من دار وكيضحكوا كيضحكوا كيضحكوا حتى ترى واحد للحالة اعود ليكم استخدرون لي متساقونة والكره هو الواقع انا اريد ان يكون في استير اعرف شي لا اعرف شي العائلة دينا كاملة يقولون عنو أن يخدوه وامحي اخمد وانترى امفضي امفضي ديال بصح المهم داري اديها فيدي مهننجها وفي الليل اواجي اعود ليكم في الليل حتى ميسطوري ديالا شواء انا شفت هذا المنظر قلبي ضرني يا البنات وذلك الساعة كنت يلا بدي في الوحم سفي جاراج لي في العشية كنت لولا الناس مشاو سيد عاد مرتاح صافي بقينا قلنا نرى الامر سيسرات امي اربع شهور ما كنت هدر معايا ما كان هدر معاها ما وحماتني ما احتشي حاجة لدرجة انني انا كنت مشاهية تقلية وكنت مشيت عند واحد خالتي مسكينة هيلي طيبة هاليا وما مرى صيقة الخبار قالوا هاليا والله ما طيبة هاليا المهم دو وزنا هاداك شي ما غنت صالحنا وياها حتى غندخلت قريبا في الثامن هاد غنت صالحنا امي جات عندي قلتك احقام احقات قبلني قبلاتني صراحة وصلت فيها ما غديش نكداب لأمور داس مزيان ايوا يا البنات كيفة وقفت على رجلية هزت راسها ومشات ويلا مشات لدارها وما كابلاش خمستاشر يوم معتاجات قلت لي يا باك داروا باك فعلوا هادا وصافي انا بغمتطلق انا شوز فيها وكلي امي امي اتحمل راقلتي ما غتطلق حكات كلها هدي اللي خرليا معا صافي انا يا غا نقلت هنا بطلبة وتعالى اللهم ارحبا بك او ثاني بغبر تغبر وشحيح لينا المهم هنا راجلي بدك يطلع ليه الدم وخاصة هادك شوهالي كانوا كديرو لينا هنا يقدم الناس والمعيار والسبان مهم راجلي في حاله ما بقاش عجبوا الحال صافي يا هادك بقينا هاكاك عوثاني تصالح ومشاو بدموراها بقاش انا وواحد اختي غادي يجي وغيجلسو عندي تقريبا واحد الشهر الزيادة وهم غسين عندي فى الدار غمبط عينيه وقلت بقليه للدنياهانية وهاد الشهر الزيادة بقى يجي وعود التاني ببقى تم حتى معاه ومشاهد وبدأ سمود قالتاني واحدة اخرى وعود التاني الدار بوهو اياها وما و concerned تخيطة بيطي انا عندي تقريبا شهرين تل شهور يتغضب عندي حين تقول لك احقا انا بايده هو غايجي بايده ماشيف حالة مدار جدي كنت قريبا يعني هنقوب هات تقوب دغير دغير كي يمشي عندها موهيم موهيم كتجي عندي كتجي 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 راجلي بديت كنحسبي فحالة ما كي اجبوش الحال حسن هاد المره الاخرى هي فين غايجي بتستاهتي بالصحة المهمة البنات انا عندي عقوسي في الدار جاد دوز معي وحد المهم شي امات وتمشي في حالاتها هتغدق علي يا ماما محليت الباب المهم السيدة دخلات كان جات هي وخويا اخويا مخدام مرتام صافي دخلات هي وياها جرات يومشينا البيت هذا الكوزينة بدأت كتعاود لي وكتوشوش هي كتعاود زعم ذاك اللعيبة ديال انها كتعاود على لبا والخرى عقوسي كتحب لها انها مي كتعاود عليها وكتوشوش عليها فجأت عندنا الكوزينة مسكتات مي فاشتالات معايا مشات للصالون هذا الشيء اللي عودته هفتالني امتوش ويش عودته لها هي نيشان هو ان تسما البنات شاهدوه بالحق شاهدوه بالحق المهم اجوزة لكراعدشا ولدها في العشية قتلوا في القائد من المشي لداري فعلاً لأجوزة مشيظت ضارها ومن بعد غاية لي اطراق علي للوسي على تغوض وكتقول له مرتك جاءة وكتستطيع رومي وكتستطيع اي مخدام مرأة لفورها للميد هذي دارك انتاق لدينا الحق لغتالeledي ومي لا ترد لديك بساف اتتتوا بذلك على مستطاعت روضي كماله التلفون والتي تبعي كماله كماله فأمي كانت تعودو علي كانت عددها وكانت عددها في وجهي قلت لي امك كنت تعود علي والتي مجيبت معي وكانت معي وعلي يهديك حالتي لن أقول لي ثم كنت تضروا علي ثم كنت دخلت في الايمارة وثم تكتروا لا كانت تعود عليك على اباك حينت اباك عددت قدامي وانا سمعتها بودنية وكانت تعود عادي المهمة هي انت طلبية انتظروا عن المؤسسة ويجبونها. سألعبوا الراجلي صغيرا وإننا لقد قلت لديهم مصرحة، وكانت لا تستخدم منطير الفرخ. وقد قلت لديهم منطير فرخ يحبوني. وقد قلت لديهم منطيرا، وقد قلت لديهم مصرحة، وقلت لديهم مصرحة. وقد قلت لديهم مصرحة، يقول لي امّ لدعم الهدى ؟ قال لي ما حمّل رأي تلك.. كنتلت لم تقدم، وقلت لأي طلقة يدخل إلى الاتحاد و يتضرب و يجبقون معهم المهم مشانا نتقنع فراجلي الوقت الذي قلت أقنعه أغاريها كمّي لا تبدأ الأمر ف pasar تصاحب للبرهوز مما يصحب مع أحد أمّن و أنتُ بüضًا والسيد صاحب راجلي وصاقوا لي الخبار جاء راجلي قال لي يقول له برهوش دي الخوك مشي في حاله مشيت عند أمي قلت له وش خوية بغي يجب ان يسطاع وش قلت لي ديك انظار تفرق على البنات اللي ساكنين فات السيكتور وهو ما تشيل عندهم وش نوك تقلبوا وكتقلبوا على المشاكين قلت لي كتجري إليك قلت له ببو ما كتجريش عليك أنا كنقول لي كدوي مع ولدك البرهوش دي الولدها ونشاد لي الوحد داري في الصالة كيتفرج في اللي بغة تخيلوا الراجل كي يجي بالخدمة كي بغي تفرج غي في الاخبار هو شهاد لي التالي كومد ما كيبغيش يتحرك من غير مولا السلطان دي البا اللي كيبقى في دارو حتى كي ايا وفتالي كي يغوط على أمي شوية وعو تاني يبقى تم يطلب ويغف فيها فاش ما كتبغي تشمشي عو تاني كيبدي عاير ويمشي في حالاته راجلي البنات طلع لي الزعاف ولا كيقول لي انا اتشي طلع لي في صحتي وانت خصة تلقي لي شي حل قلت له والناس انا قلت لي غير عش ندير واش نجري على أمي كيقول لي دبري راسكو سوقك هاد امي ما physique ما قلت لي يلك Effetac اوها حتى كيبدا Nous want to sumo مسئو الصحة هو ان يصالك الحقود وانتضل بسيط بغون يقخر علاقاء شكرا لكم حتى بندخي بحasive ويق个 حتي ب advertisers Blue Sono good انخوة. انخوات C' jurisdiction حتى انخوة انا قوم بتأس صف倫 انا عارفة امي وبا غايت صالحه وغايمشيه ولكن هادشي غايتكرر مرة اخرى ومرة اخرى ومرة اخرى ومرة اخرى ومرة اخرى حتى شنهار اللي غايموت فيه مشي واحد فيهم حيث انا من نهار اللي عقلت على راتي انا من نهار اللي عقلت وما ديري في حلاكة انا بغت رشي تهريقة ما احرفتش البلال كيفاش نتصرف معهم ونزيدكم ما زال شمي فاش كتشوفني مفاهمة معها مع راجلي كتقولي يا انساني قطعت الوقت راجلك درويش مشي حرباك راجلك فاعر وش حامل مرة راجلي كتكون كتس هدر هي وياه وكتقولو فين باقي في حالك فهذا الوقت الله ياوليدي الله مقدب وغزال وضريف وهادي 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 وكتبقا تكبير بي وانا كتصغر مني وهتشيته هو كيف قسني انا مويمة بكتش عارفة كيفاش نتحامل معها اوه وكاتش عارفه كيفش نتعامل معه هم مره كنقولوا مره شوهتوني كنقول لك عنه جقول لي هاد الهضرق واشتي مره ديش بينا كنقول لما بشي مره ديش بيكم انا رادية بيكم وعلى راتية يعيني ولكن مشي بشوها ثم ركتشوهوني كنقولوا لك للا انا راجلي ولي كنقول لي انا كان حشم قدام صحابي كنقول لي او شدي ما عندك سطاع فى الدار اعتير البناس انا مبقيتش قداني اش مزيان مبقيتش عارفه كيفش نتصرف واللي غتقول لي تحولوه وش لا يمكننا التحول لكي نتصرف معهد المي ومعهد ببا لا نريد ان نخسر اليوم الخاطر وفي نفس الوقت سيقهرت لبنات وقت لا نحن نعرف كيف نتصرف وكيف ندير هنا سالة القصة لا تنسوا كيف العادات تجعلون الأرى وعليكم بصاحبات القصة لا تنسوا من تعليق زوينة اشتركوا في القناة